اشتركوا في القناة ومن المستفيدين من أحكام الغانون سالف الذكر بالإضافة إلى المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمنات الاجتماعية جاء توجه اللجنة استجابة إلى حاجة بعض شرائح المجتمع لرعاية صحية متميزة ومنهم ربات البيوت الكويتيات التي هم في سن التقاعد سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة من الخاضعات لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الخاضعة للقانون التأمنات الاجتماعية وارتأت اللجنة أن تبدأ بفئات محددة لأن إدخال جميع الفئات المقترحة مرة واحدة في القانون يترتب عليه كلفة مالية عالية وقد واجه صعوبة في التطبيق مع التوصية بدراسة إضافة فئات أخرى للتأكد من مدى جاهزية القطاع الخاص لاستيعاب أي فئات جديدة وقد انتهت اللجنة بإجماع أعضاؤها إلى الموافقة بعد التعديل على الاقتراحات بقوانين المتضمنة تعديل المادة 2 من القانون 114 لسنة 2014 وقد تضمن التعديل أولاً إضافة الفئات التالية واحد المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة وهي التي تم النص عليها بمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة اثنين الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أول أرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفي وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت خمسين سنة ميلادية وقد حددت اللجنة سن خمسين سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربط البيت الكويتية التي تتلقى مخصص شهرياً من خمسة وخمسين سنة إلى خمسين سنة ميلادية ثلاثة المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن خمسين سنة ميلادية ثانياً تم الإبغاء على صراحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار يصدر منه لإعطاء القانون مزيد من المرونة ثالثاً تم النص على منح مهلة لمدة ثلاث أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريد الرسمية وذلك لحاجة الوزارة للقيام بأعمال تحضيرية وترتبات دارية تلزم لتطبيق القانون سعياً إلى تحقيق القاية التشريعية الموجودة منه رابعاً إخوان في توصيات من قبل اللجنة وتم هذه التصويات باللجنة بالإجماع واحد دراسة وإضافة شريحة ذوي لعاقة إلى تأمين عافية اثنين دراسة تخفيض سن المرأة المشمولة بالقانون إلى عمر 45 سنة نبارك لربات البيوت في إدخالهم في بطاقة عافية والخاص في تأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وأيضاً أشكر لأخوة النواب والوزراء على الموافقة على هذا القانون وأشكر أيضاً أعضاء اللجنة الصحية وأخص بالشكر أخواني للمكتب الفني شكراً لكم أخي رئيس اشتركوا في القناة